أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكَرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا هو الرد التاسع على شبهات الملحدين الذين يدعون أن القرآن كتاب أساطير أخذ معلوماته ممن سبقه من الأساطير والخرافات وفيه أخطاء علمية إلى آخره الملحدون يدعون أنهم وجدوا دليلا قويا على أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام لأن بعض الآيات كما يزعمون مأخوذ من الشعر الجاهلي إذن التفسير المقبول أن النبي اقتبس القرآن لديهم طبعا أن النبي اقتبس القرآن من كتب الأقدمين وأشعارهم وأساطيرهم وهذا يعني أن القرآن ليس من عند الله بهذه البساطة نقول أيها الأحبة هل كان محمد عليه الصلاة والسلام باحثا في علم التاريخ أو في الميثولوجيا هل كان مؤلفا هل كان شاعرا هل كان لديه فريق عمل بحثي يجمع له أبيات الشعر فيختار منها ما يناسب القرآن وثم ينسى نفسه وشهرته وينسب هذا الكتاب العظيم لله لماذا لم ينسبه لنفسه لو كان بهذا الذكاء وهذه العبقرية المنطق التاريخي يخبرنا بأنه على مر التاريخ لم يوجد مؤلف واحد جاء بعمل عظيم جدا ونسبه لغيره فلماذا خالف الرسول هذه القاعدة الجواب بكل بساطة لأن هذا الكتاب هو بالفعل كلام الله تبارك وتعالى عندما نطالع بعض المواقع الإلحادية على شبكة الإنترنت نجد الكثير من الشبهات وكلها مكرر الكل يأخذ من غيره ويكرر من أمثلة ذلك يقولون إن الشاعر أمية ابن أبي الصلط له أشعار كثيرة سابقة للقرآن وبنفس الألفاظ مثلا يقول الشاعر أمية بن أبي الصلط بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد برين ولا رجالي هناك تشابه كما يقولون بين هذا الشاعر وبين القرآن العظيم القائل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وقال أيضا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال أيضا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها السؤال هنا أيها الأحبة ألا ترون معي أن الآيات الكريمات هي النسخة الأصلية وأن مؤلف هذا الشعر هو الذي اقتبس من القرآن سنقول لكم الدليل على ذلك السبب أيها الأحبة أن أبيات الشعر مبعثرة ومتفرقة كلمة من هنا وعبارة من هناك فما علاقة الرجال بالسماء هل يؤقل أن ترفع الرجال السماء يعني أقصد عندما قال الشعر بلا عمد بلا عمد يرين ولا رجالي يعني ما علاقة العمد بالرجال هذا خطأ خطأ فلكي واضح يعني بينما القرآن الكريم يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كلام منطقي وكلام علمي ومتناسق مع بعضهم أيضا إذا دققنا النظر في القصيدة كاملة نلاحظ أن المؤلف تقصد الاقتباس من عبارات شهيرة موجودة في القرآن ودون أن يضع أي روابط بين أبيات الشعر يعني أبيات الشعر مفككة كلمة من هنا عبارة من هنا يأخذ عبارة من القرآن من هنا كلمة من القرآن من هنا ثم يصيغ هذه الأبيات ليفتري على القرآن وينسبها لشاعر جاهلي هذا الشاعر الجاهلي بريء منها ثم إن هذه الأبيات أيها الأحبة لو تحدثنا بلغة الحقائق العلمية أقدم نسخة للقرآن الكريم مكتوبة تعود لزمن النبي أو بعد وفاته بقليل القرن السابع الميلادي موجود نسخة في برمنجهام ونسخة في جامعة توبنجن الألمانية مكتوبة وواضحة وهذه الآيات مكتوبة فيها بينما أبيات الشعر هذه ما هي أقدم وثيقة تاريخية نرى فيها هذه الأبيات هذه الأبيات أقدم نسخة يمكن أن نجد فيها هذا الكلام تعود لبعد عصر النبي بخمسمائة سنة يعني أقدم مخطوطة يمكن أن نجد فيها مثل هذه الأبيات تأتي بعد القرآن بخمسمائة سنة فكيف نقول إن القرآن اقتبس من شعر ألف بعده بمئات سنين يعني هذا خطأ علمي واضح في من يدعي أن القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من من سبقه من الشعراء هنا قصيدة تنسب لإمرئ القيس أيضا هذه القصيدة نجدها في بعض الكتب والمخطوطات بعد وفاة النبي بمئات سنين بمئات سنين لا يوجد أي وثيقة قبل ذلك أيها الأحبة يقول فيها دنت الساعة وانشق القمر هو يحاكي سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر مر يوم العيد أو مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقر أيضا هو يأخذ من سورة القمر بسهام من لحاظ فاتك فتركني كهشيم المحتضر وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أذهى وأمر هذه القصيدة أيها الأحبة تفتقر لأي أسس بلاغية أو روابط لا يوجد روابط بينها واضح أن المؤلف أخذ هذه الأبيات وصاغها بحيث تبدو وكأنها محاكاة للقرآن القرآن الكريم يقول بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر كلام متناسق أيها الأحبة لو قرأنا سورة القمر من أولها لآخرها اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر إلى آخره ثم يقول في قصة الذين عقروا الناقة قوم صالح فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر أيضا يقول سبحانه وتعالى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر واضح أيها الأحبة من الذي يقتبس من من سورة القمر متناسقة وجمل متتابعة ومترابطة مع بعضها ويعود تاريخ كتابتها للقرن السابع الميلادي حسب الوثائق الموجودة أبيات الشعر التي يدعي الملحد أن القرآن سرقها أو سرق آياته أو أن النبي أخذ الآيات من هؤلاء الشعراء هذه الأبيات مكتوبة على مخطوطات على الأقل كتبت بعد خمسمائة سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلال القرون الثلاثة الأولى لا يوجد لدينا أي مخطوط لأي من هذه الأبيات الشعرية لا توجد وبالتالي نستطيع أن نقول أيها الأحبة إذا أردتم أن تثبتوا لنا أن القرآن أخذ آياته من الشعر الجاهلي القديم أخرج لنا وثائق مخطوطات رقاع رقم تاريخية مكتوبة ويعود تاريخها لما قبل القرن السابع الميلادي أما أن تأتوا بأشعار من هنا وهناك لا نعرف من الذي ألفها وكيف نسبت للشعر الفلاني أو الشعر الفلاني ثم تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من غيره فهذه حجة واهية جدا وأخيرا أيها الأحبة قد يقول قائل ما هي مصلحة من ألف هذه الأبيات ويعني جعلها مشابهة للقرآن نقول إن الهجوم على القرآن بدأ منذ نزول أول آية منذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته للبشرية جمعا بدأ الهجوم من قبل المنافقين والمشككين والذين تخصصوا في فن الكذب على هذا النبي الكريم فألفت آلاف الأحاديث الموضوعة وآلاف القصص التي تهدف للطعن بهذا الدين الحنيف كذلك هناك شعراء كثيرون ينتحلون بعض أبيات الشعر وينسبونها لغيرهم بهدف كسب الشهرة وجمع المال لأن هذه الأبيات التي قرأناها تبدو ضعيفة قياسا لشعر ذلك الشعر الجاهلي الذي يتميز شعره بالرصانة والبلاغة والصعوبة الفهم ثم هل هذه الأبيات كانت معروفة بالنسبة للجاهليين في عصره؟ هم أعلم منا بأشعارهم فكيف سكتوا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقولوا إنك أخذت هذه الآية من شعر فلان أو شعر فلان؟ ولو حدث ذلك لنهار الإسلام في مكانه لم يعتنق أحد الإسلام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يدعوه أن يخالف كل هؤلاء الشعراء؟ أنتم تقولون إنه اقتبس القرآن من الشعر الجاهلي لماذا حرم الخمر؟ كل شعراء العصر الجاهلي يتغنون بالخمر لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الزنا؟ لماذا حرم العشق والهوى؟ لماذا حرم النظر إلى النساء بشهوة؟ لماذا حرم أكل الربا؟ لماذا حرم التكبر؟ لماذا حرم التفاخر والتعصب؟ حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الله هو الذي أنزل القرآن وليس النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة وصف الشعراء وصفا سيئا في القرآن قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إذن المنطق العلمي يفرض علينا تاريخيا وعلميا ولغويا ومنطقيا أن نقر بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وأن كل ما يقال من هجوم على القرآن هو بمثابة من يحاول أن يطفئ نور الله بفمه ولكن سوف يتم الله نوره وينشر دينه على الرغم من كل ذلك قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَإِلَى أُمَّ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ